نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بوقوفها وراء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وعفقا للصحيفة فإن مسؤولي إدارة بايدن كانوا غاضبين جدا من قرار قتل هنية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى فشل المفاوضات نحو هدنة في غزة وقالت واشنطن بوست أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا غضبهم أو أبدوا غضبهم من عدم إبلاغهم أيضا بعملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر قبل التنفيذة وفي السياق نفسه أكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست أن المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي كانت متوترة معي مباشرة في الأستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد أستاذ صالح أهلا ومرحبا بحضرتك الآن كيف تنظر لهذه الرواية التي تبدو وكأنها مختلفة عن روايات الإيرانية السابقة حتى أن تقارير أمريكية كذبت ربما من قبل إيران اليوم تتحدث عن عبوة مفخخة كانت مخبأة هي التي أدت إلى مقتل إسماعيل هنية الحقيقة مع الحديث عن الاختراق الإسرائيلي الواسع لأجهزة الأمن الإيرانية كل هذه الاحتمالات واردة سواء كانت من خلال قنبلة مزروعة أو بصاروخ موجه فبالنهاية هذا ينم عن اختراق كبير يتحدث عنه حتى مسؤول إيراني حتى نواب أشاروا إلى ذلك أبو الفضل ظهرواند عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أيضا تحدث عن هذا وطالب بمراجعة السياسات الأمنية والتدقيق في أجهزة ورفع مستواها حتى بعض وسائل الإعلام الإيرانية عادت نشر تصريحات لمسؤولين سابقين مثل وزير استخبارات السابق علي يونسي الذي قال أن الاختراق الإسرائيلي في إيران إلى درجة أن كل مسؤولين كبار في الجمهورية الإسلامية يجب أن يخشوا على حياتهم أيضا البعض تداول تصريحات متلفزة للرئيس محمود أحمد نجاد الرئيس السابق التي قال فيها أن مدير مكتب الموساد في أحد الأجهزة الإيرانية هو كان نفسه جاسوس للموساد فإذا الحديث الآن هو حول مدى الاختراق الحديث حول كيف سترد إيران طبعا بعدما صرح المرشد بذلك وقال أن إيران ستثأر لدمهنية باعتباره ضيف إيران لكن بنفس الوقت هناك انقسام داخل إيران بين الحكومة الإصلاحية بلأسة بيزشكيان التي ترى أن الرد لا يجب أن يتجاوز إلى حرب مفتوحة هل هذا التخفيض بمستوى اللهجة للتخفيض من ردة الفعل والانتقام هل هذا ما تسعى إليه طهران وبالتالي يعكس لربما عدم رغبة إيران في الدخول بحرب كبيرة وعدم حتى رغبة المجتمع الدولي أن تمتد هذه الحرب إلى مستوى الحرب الشاملة صحيح هو يبدو أن قضية الرد محسومة بالنسبة الإيرانيين يعني يجمع كل أطراب ما فيهم الحكومة الإصلاحية حول ضرورة الرد هذا ما تحدث عنه حسين مرعش يامين عام حسب كوادر البناء الذي أسسه الراحل رفسنجاني قال أنه نعم يجب أن نرد ولكن يجب أن لا ننزلق للفخ الذي نصبه نتنياهو والإصلاحيون يعتبرون أن هذه العملية أي اغتيال هنية كانت موجهة بالذات إلى حكومة بيزشكيان لكي لا تستطيع أن تنطلق بمشروع يستطيع أن يحقق لإيران مكاسب إقليمية أو دولية من خلال عودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة والأوروبيين ما سيؤدي إلى رفع العقوبات فبالتالي يبدو أن الجهود الأخيرة الوساطات خاصة الوساطة الروسية زيارة شويغو رئيس مجلس الأمن الروسي إلى طهران يبدو أنه كان في هذا الإطار وساهم إلى حد كبير في التهدية أو على الأقل التريث وضبط إقاع الرد الإيراني لكي لا تنزلق المنطقة إلى حرق بالفعل بعد كل هذه التصريحات عالية المستوى وتصعيد الكبير جدا وحتى ما جاء من تغريدات لمكتب خامنئ هل يعقل بالفعل أن تؤدي هذه المحادثات أو المشاورات إلى تهدئة؟ بالطبع ربما أيضا إيران بانتظار صفقة ما من جانب الأمريكي على حساب عقوبات مثلا؟ على حساب ملف النووي؟ على حساب ماذا؟ بالنهاية هنية بالنسبة لإيران ليس بأهمية قاسم سليماني ولا فخر زادة بالبرنامج العسكري فرأينا ردة فعل إيران رغم أنه اغتيال هنية كان شبيها باغتيال فخر زادة لكن ذلك تم برشاش أوتوماتيكي باستخدام الذكاء الاصطناعي كما يقيل وهذا باستخدام صاروخ حسب الرواية ولكن الطريقة مشابهة من داخل إيران من خلال عملاء زرعهم الموسات في طهران ولكن طريقة الرد الإيراني كانت منضبطة لم تنزلق إلى حرب الآن ربما قد تكون أشد قد تستهدف إيران أهداف خارج إسرائيل أو أهداف عسكرية قد تعيد حرب السفن مرة أخرى كما حدث سابقا حرب البوارج ولكن حرب مواجهة مفتوحة لا أعتقد أن أحد يريد ذلك بما فيهم الإيراني من أنفسهم بس بالمناسبة هنا يعني حسن نصر الله ليس في الخطاب الكلمة الأخيرة إنما الكلمة التي سبقتها قال أن هذا الهجوم يعتبر أعنف من اغتيال قاسم سليماني بحكم أن ذلك يعد اعتداء على الشرف مثل ما قال وبحكم أن هذا ضيف وفي هذا الوقت ويتم اغتياله على الأرض الإيرانية في طهران هل يترك هذا الأمر بالفعل ردة فعل كبيرة جدا في الذهنية الإيرانية أو بالتأكيد هذا يعني أظهر بسمعة إيران بأجهزته الأمنية أيضا بمسألة الردع لذلك يطالب الإيرانيون ويجمعون يعني سواء الحرس الثوري أو الحكومة الإصلاحية أو المؤسسات المقربة من المرشد بالرد لكن الحديث هو اختلاف وجهات نظر حول كيفية الرد بالتأكيد لين يكون هناك رد مباشر البعض يذهب باتجاه أنه إيران قد تدفع بحزب الله أن يطلق صواريخ حديثة زودها بها سابقا يعني قد تكون هجمات منسقة من قبل الميليشيات سواء في اليمن في لبنان في العراق مع إسرائيل في الواقع قد تضرب إيران ضربة نوعية لكن مرة أخرى نؤكد أنه ليس بالشكل الذي تؤدي إلى حرب شاملة لأنه كل أطراف لا تريد ذلك المنطقة ليست مهيئة إلى حرب أشمل وأوسع وحتى الإيرانيون يخشون من تدعياتي على الوضع الداخلي والإقليمي لهذه الحرب طبعا برضو مسألة بغاية الأهمية موضوع كل هذا الوقت الذي مر دون أي رد هل هذا الوقت يعني بطبيعة الحال ما أسأل جنابك بسبيل التحليل العسكري لكن هل هذا الوقت استخدم كاستراتيجية عسكرية أم أنه استخدم كميدان سياسي لتحقيق مكاسب سياسية إيران بالطبع تعتبر هذه جزء من الحرب النفسية وحتى ذي جاء على لسان حسن نصر الله في خطابه الأخير وبالتأكيد يعني يترك هذا أثرا سواء على الاقتصاد على المواجهات على كيفية إدارة الحرب لكن بالنهاية كل هذه تأتي في إطار المحاسبات التي يعني تحسب إيران حساب لردات الفعلة الحرب دخول حرب مباشرة مع إسرائيل يعني إدخال المجتمع الدولي للولايات المتحدة أوروبا بريطانيا فأعتقد كل هذه الأطراف لا تريد أن تنزلق الأمور إلى هذه الحرب الشاملة لذلك نرى هذا التريث ولذلك يبدو أن الأمور خرجت من إطار الضربة المباشرة الشاملة إلى ربما حروب بالوكالة أو ضربة نوعية من خلال ولعل ذلك أيضا يؤكد يعني ربما ما قاله أيضا حسن نصر الله أمس حين أشار إلى أن هذا الرد قد يكون يعني ردا دفعة واحدة مع الإيرانيين وقد يكون منعزلا برد فعل يعني كل طرف أو كل فصيل على حده شكرا جزيلا إذن الباحث في أشياء الإيراني في قناة الحدث أستاذ صالح حميد يعطيك العافية وشكرا لأخذتك